الأحزاب السياسية تضع آخر الروتوشات لبرنامج الحملة الانتخابية لمحليات الثالث والعشرين نوفمبر الداخل زعماء الأحزاب اختاروا الوجهة التي سيشرعون في تنشيط حملتهم حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني سيدخل المعترك الانتخابي بألف وخمسمائة وثمان وثلاثين قائمة في المجالس الشعبية البلدية وثمان واربعين ولاية اختار الأمين العام جمال ولد عباس الانطلاق الأحد في الحملة الانتخابية من العاصمة في حين سيعقد تسعة عشر تجمعا خلال فترة الحملة بحكم المنصب الذي يشغله الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يؤجل أولى تجمعاته إلى يوم الجمعة المقبل التي ستعقد بالطرف الوزير الأول سيستغل عطلة نهاية الأسبوع لتنشيط الحملة الانتخابية باثني عشر ولاية لصالح حزبه الذي سيتنافس في ثمان واربعين ولاية وألف وخمسمائة وتسعة وعشرين بلدية أبناء الشيخ محفوظ نحناح يتجندون لتنشيط الحملة لصالح حركة مجتمع السلم التي تتسابق في سبع واربعين ولاية وسبعمائة وخمسة عشر بلدية حيث اختار رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة تنشيط الحملة في اثنين وثلاثين ولاية والانطلاق يكون من جنوب البلاد وبالضبط من حاسم سعود بورغلا حيث أراد مخاطبة الشباب البطال بهذه المنطقة في حين سيقوم كلا من الزعيمين السابقين للحركة عبد الرزاق مقري وأبو جرى سلطاني تنظيم تجمعات في مختلف الولايات رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أراد أيضا مغازلة سكان الجنوب بعقد أولى تجمعاته بولاية تامنراست عمار بن يونس سينظم اثنين وعشرين تجمعا عبر العديد من الولايات لتنشيط الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة التي سيتنافس فيها بثمانمائة بلدية واثنين وأربعين ولاية رئيس جبهة المستقبل سينطلق هو الآخر من عاصمة الأهكار تامنراست عبد العزيز بالعيد اختار أربع وعشرين ولاية لتنشيط الحملة الانتخابية من أصل تسعة وثلاثين ولاية مشارك فيها وثمانمائة بلدية بخمسمائة وثلاث قائمة انتخابية بلدية وثمان وثلاثين قائمة ولائية سيدخل حزب العمال المعترك الانتخابي حيث اختارت زعيمته لويزة حنون بداية الحملة من ولاية وهران وتجوب ثلاثين ولاية لإقناع المواطنين بالتصويت على مرشحي الحزب في حين اختار رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول بداية حملته من العاصمة وجهات عديدة وخطابات مختلفة تبناها قادة الأحزاب السياسية المتنافسة في المحليات فهل ستنجح في إقناع المواطني في منحهم صوتهم الانتخابي يوم الثالث والعشرين نوفمبر الداخل